شكرا لك بدر وأهلا بكم من جديد الوضع خطير للغاية بهذه الكلمات وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب المرحلة التي وصلت إليها البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وفشل كل المساعي لتشكيل حكومة خلال التسعة أشهر الماضية دياب قال أيضا أن تدعيات الانهيار في حال حصوله ستكون خطيرة جدا ليس على اللبنانيين في حسب بل على المقيمين على أرضه وعلى الدول الصديقة أيضا ولن يكون أحد قادرا على ضبط ما يحمله البحر من موجات على حد وصفه البنك الدولي مشاهدين كان قد نشر تقريرا شرح فيه كيف يواجه لبنان منذ أكثر من عام ونصف تحديات معقدة من الأزمة المالية إلى وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وبحسب البنك الدولي وكما جاء في هذه التغريدة فلبنان ينحدر إلى المراكز العشر الأوائل وربما الثلاث الأوائل من حيث أشد الأزمات الاقتصادية والمالية على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر وأشار البنك الدولي إلى عدم وجود نقطة تحول في الأفق وسط التقاعص السياسي المستمر وعن أزمة تشكيل الحكومة والخلافات المتشعبة بين الأطراف السياسية يقول الناشط لوسيان بورجيلي أن المسؤولين في لبنان يتبعون قاعدة فرق تسد فيربحون بحفلات شد العصب بين اللبنانيين والشعب والبلد بيخسر وبفار زياده أما رئيس مؤسسة أديان فاديضاو فيصف تلك المعنيين بتشكيل الحكومة بالإجرام بسبب تدعياته الخطرة على ظروف الناس المعيشية والصحية ويضيف عاجلا أم آجلا يجب أن يدفع ثمن ذلك في المقابل مشاهدين ثمت من يرى أن الأزمة أكثر تعقيدا من تشكيل الحكومة كما يقول المختص في حقوق الإنسان عمر نشابة في هذه التغريدة حيث يعتبر أن المشكلة لن تحل إذا تألفت الحكومة ولن يتوقف الانهيار لأن لبنان يحتاج إلى ما لا تملكه السلطة مثل خطة إنقاذ قابلة للتنفيذ ويعاني اللبناليون عموما من أزمات متعددة تشمل أزمة الوقود ونقص الدواء والغلاء ولعل هذه التغريدة للطبيب محمد جردلي تصف ما يحدث على الأرض إذ يسرد يوميته بالقول ساعة ونص لعب بنزين لا أصل على العيادة بطلب فحوصات دم بس المختبرات مقطوعة من الفحوصات بطلب دواء بس الصيداليات مقطوعة من الدواء بطلب دخول للمستشفى بس كيس مصل ما فيه وبستشير أخصائي بس بيطلع مهاجر وبهذه التغريدة نصل المشاهدين إلى ختام هذه الجولة ستكون لنا جولة أخرى مع مواضيع حازة اهتمام رواد مواقع التواصل بعد قليل فابقوا معنا أما الآن فعودة إلى بدر لاستكمال الأخيرة